اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله العبد المصطفى والنبي المجتبى والرسول المرتضى سيد الأولين والآخرين وأفضل الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه دوما وأبدا إلى يوم الدين وبعد أيها الإخوة المشاهدون الكرام أيها الأخوات المشاهدات الكريمات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج المبارك الرسول القدوة صلوات ربي وسلامه عليه حديثي إليكم اليوم عن خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفة من صفات الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم صفة محببة إلى النفوس ألا وهي الزهد في هذه الدنيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس هذا مقياس وميزان وضعه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة لتكسب من خلاله محبتين الأولى محبة الله عز وجل والثانية محبة الناس إذا أردت عبد الله أن يحبك الله فازهد في هذه الدنيا ما معنى الزهد في الدنيا هل يعني الزهد في الدنيا أن أحرم الحلالة على نفسي بعض الصحابة ظنوا الأمر كذلك فجاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أزواجه يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا تحدث في حلقة ماضية عن كثرة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته في صلاته في صومه في زكاته في صدقته في دعائه كان كثير صلى الله عليه وسلم ومع هذا هؤلاء النفر من الصحابة لما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم تقالوها أي رأوها قليلا سبحان الله إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه الذي كان يصوم كثيرا ويتعبدوا كثيرا يقولون عبادة قليلا رأوها قليلا إذا ما بالهم بغيرهم سبحان الله فكأنهم تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كأنهم يقولون إنه أحل له أن يفعل ما يشاه حاشا صلوات ربي وسلامه عليه فقال بعضهم أما أنا فأقوم الليلة لا أنام لا يريد أن ينام لا نهار ولا ليل يريد طول الليل قيام وقال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر يعني يبغى طول السنة هو أصعيد وأما الآخر الثالث فقال أنا لا أتزوج النساء وقال الرابع وأنا لا أكل اللحم انظروا ظنوا أن هذا الزهد أن الزهد هو تحريم ما أحل الله الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ونام صام وأفطر تزوج وأكل اللحم هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم ونيسرك لليسرة الحنيفية السمحة فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضب أشد الغضب وقام في الناس خطيبة قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا فوالله لأنا أعلمهم بالله وأتقاهم له وأشدهم له خشية صدقت يا رسول الله ما في أحد أعلم بالله من النبي صلى الله عليه وسلم ما في أحد يخشى الله مثل النبي صلى الله عليه وسلم ما في أحد أتقى لله مثل النبي صلى الله عليه وسلم لكنه الاجتهاد وبعض الاجتهاد لا ينفع خصوصا إذا كانت هناك سنة واضحة من النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني أعلنها صريحة صلوات ربي وسلامه عليه من رغب عن سنتي فليس مني إذن الزهد في الدنيا لا يعني أن يحرم الإنسان على نفسه الحلال الزهد في الدنيا لا يعني أن يعمل الإنسان ويشتغل ليكسب المال الحلال حتى لو كان كثيرا فإن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبار الزهد والعباد وهم أغنى الأغنية أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان من أغنى الأغنية الزبير بن العوام كان له ألف مملوك ألف عبد يؤدون له الخراج ويشتغلون في ضياعه وبساتينه ويعملون له ثم يؤدونه في آخر النهار مبلغا كبيرا للزبير من العوام عثمان بن عفار رضي الله عنه من أغنى الأغنيات و جهز جيس العشر العسرة و النبي صلى الله عليه وسلم لما حث الناس على تجهيز جيس العسرة قال عثمان يا رسول الله علي مئة من الإبل بأقتابها وأحلاسها في سبيل الله مئة من الإبل من يدفع قريش كلها لم تستطع أن تدفع في الإمساك بالنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلا مئة من الإبل كل قريش يأتي عثمان في لحظة واحدة وينفق ويتصدق بمئة ألف فيحث النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى أصحابه على الصدقة و تجهيز جيس العشرة جيس تبوك فيقول عثمان علي مئة أخرى يا رسول الله بأقتابها وأحلاسها في سبيل الله فيحث النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة أصحابه فيقول عثمان مرة ثالثة علي مئة ثالثة ثلاثمئة من الإبل بأقتابها وأحلاسها دفعها عثمان في لحظة واحدة هذا هو الزهد فينزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر ويمسح رأس عثمان ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم اللهم لا تنسى لعثمان هؤلاء إخيرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا من أغنى الأغنياء ولكن الفرق بيننا وبينهم أيها الإخوة هم زهاد حقيقة ونحن في بعض الأحيان بعضنا يدعي الزهد وهو ليس بزاهد هم زهاد لأن الدنيا كانت في أيديهم يملكونها بأيديهم فإذا جاء وقت الإنفاق وقت العطاء وقت البذل وقت التضحية قدموا كل ما في أيديهم من أجل الله هذا عثمان ثلثمائة من الإبل في لحظة واحدة ما يساوي ملايين بل ما يقارب مليار أو ربع المليار من المبالغ دفعها عثمان في لحظة واحدة لأن الدنيا في يده وليست في قلبه جهز جيش عظيم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه مرت فترة أضنباء في عهد عمر أو في عهد عثمان في عهد عمر أصاب الناس قحط شديد فجاءت قائفة كبيرة لعبد الرحمن بن عوف لو أراد أن يتاجر بها لربح منها خيرا كثيرا جاءت تجاء يا عبد الرحمن نعطيك على الريال ريالين ضعفه ضعفين ثلاثة أضعاف حتى أوصلوها إلى عشرة أضعاف قال هل أحد يزيد قالوا يا عبد الرحمن ماذا تريد أكثر من عشرة أضعاف نكسبك في المليون عشرة مليون في المليار عشرة مليارات وطول زيادة قال نعم أعطاني ربي سبعمائة ضعف أشهدكم يا أهل المدينة أن هذه القافلة لفقراء أهل المدينة والمحتاجين فتصدق بها كلها على فقراء أهل المدينة فذكرته عائشة رضي الله عنها بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال سقى الله بن عوف من سلسبيل الجنة هذا هو الزهد كانت الدنيا في أيديهم إذا جاء وقت العطاء ووقت البذل بذلوا بعض الناس اليوم يدعي الزهد ولكن الدنيا تبقى في قلبه تصدق يا فلان إخوانك من الفقراء والمحتاجين محتاجين إلى مبلغ كذا قال والله الحقوق كثيرة وأنا نساعي أموري مدري كيف وبدأ يفكر لأن الدنيا هنا الزهد يا إخوان ليس بتحريم الحلام ليس بأن تعمل وتشتغل اعمل واشتغل وخذ وإكسب مال حلال وأنفق منه هذا ليه هذا هو الزهد إن شاء الله لكن الزهد أنك تركب الحرام الزهد أنك تحرم ما أحل الله لك الزهد أنك تبقى فقير تسأل الناس هذا ليس زهدا المؤمن لا يذل نفسه هناك يد عليا وهناك يد سفلة واليد العليا خير من اليد السفلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واليد العليا هي التي تعطي واليد السفلة هي التي تأخذ الإسلام لا يريد أن يكون المؤمن ذليلة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون بعض الناس اليوم يظن أن الزهد أنه يلبس خس الثياب يلبس ثياب وسخة يبقى فقير محتاج إلى الناس يمد يده لا هذا ليس زهدا حقيقة أيها الإقوة الزهد الحقيقي هو أن تكون كما قال النبي ازهد في الدنيا يحبك الله والنقطة الثانية وازهد في ما عند الناس يحبك الناس الناس لا يحبون من أحد أن ينافسهم في الدنيا فإن أنت نافستهم في دنياهم فظهرت بينكم وبينهم العداوة ما هذه الدنيا كما يقول أحدهم إلا جيفة تجمع عليها مجموعة أعزكم الله من الكلم تصوروا جيفة ميتة وتجمعوا كلاب حولها ماذا سيحصل بينهم سيحصل بينهم مشاحنات ومضاربات وعداوة كل منهم يريد أن يأخذ وصله من هذه الدنيا وهكذا الدنيا فإذا زهدت فيها يحبك الناس النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أزهد الناس كان يقول صلوات ربي وسلامه عليه لو كان لي مثل أحد ذهب جبل أحد اللي رأاه وشاف جبل عظيم يقول النبي لو كان لي مثل أحد ذهب ما يسرني أن أبيت ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا قلت به هكذا وهكذا وهكذا إلا أنفقه كله جبل أحد كله كان ينفقه صلوات ربي وسلامه عليه في سبيل الله من أعجب المواقف في زهده صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم نام صلوات ربي وسلامه عليه على الحصير فجاء عمر رضي الله عنه وأرضاه يعود النبي ويزور النبي صلى الله عليه وسلم فلما قام صلوات ربي وسلامه عليه وجد عمر أثر الحصير على جنب النبي صلى الله عليه وسلم مؤثر فقال يا رسول الله أنت 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 رسول الله وكسر ينعم في ملكه وهرقل ينعم في ملكه وهم بشر عاديين وأنت رسول الله كأن عمر يعني يقول لماذا يا رسول الله هذا قال يا عمر أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا يا عمر ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها صلوات ربي وسلامه هكذا بقاؤنا في الدنيا أعمار أمتي بين الستين والسبعين وقليل من يجاوز ذلك اللي عنده مليارات بالله عليكم هل أكل من هذه المليارات كلها هل أكلها كلها هل تنعم بها كلها ولا جأس في الرصيد وإذا مات سيبتلى بمصيبتين عند موته المصيبة الأولى أنه يأخذ منه ماله كله كل المليارات قبل لحظة قبل أن يموت كانت مال فلاني من فلان بعد أن مات بثانية بثواني معدودة صار يقال المال مال ورثت فلان ما هو مال فلان مال ورثته أخذ منه ماله كله وليت الأمر توقف عند هذا الحد بل حوسب عليه كله عندما يقف بين يدي الله سيحاسب على كل هذه المليارات ريالا ريالا قرشا قرشا من أين اكتسبها وفيما أنفقها فإذن الصالحون كانت الدنيا في أيديهم وهكذا كان رسول الله لو كان لي مثل أحد ذهب ما سرني أن يبقى عندي ثلاثة ليال إلا وأنفقته هكذا وهكذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد عودته من الطائف وما حصل لهم من أهل الطائف أراد الله عز وجل أن يسري عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل له ملك الجبال وقال يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعل قال لا إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا أرسل له وفدا من الجن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصطوا إنا سمعنا قرآنا عجبا أكرمه ربه أكرمه ربه جل وعلا بأن أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أكرمه ربه بأن جاءه ملك وقال يا محمد إن شئت أن أحول لك الأخشبين وهما جبلان كبيران بمكة جبل أبو قبيس و جبل قنيق قل يا محمد إن شئت حولت لك هذين الجبلين ذهبا فماذا قال النبي هذا ما سنكمله بعد الفاصل إن شاء الله أخلاقه كانت قرآنا ذكرنا بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف عرض الله له أن يحول الأخشبين جبلين عظيمين بمكة أن يحولهما ذهب وفضة للنبي صلى الله عليه وسلم تسلية له وتسلية مما حصل لأهل الطائف منه أولاهو صلى الله عليه وسلم فقال لا يا رب بل أرضى بما أعطيتني به إني يا رب أتمنى أن أشبع يوما فأحمدك وأثني عليك وأجوع يوما فأتضرع إليك وأدعوك هكذا كان نرسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا يقول الصحابة ما شبع آل محمد من خبز الشعير يوم أو شهرا كاملا صلوات ربي وسلامه عليه كان يمر الهلال والهلالان والثلاثة أهلة وما يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار أبدا ما يطبخ في بيته لا يطبخ في بيته دجاج لا يطبخ في بيته لحم لا يطبخ في بيته سمك اليوم الحمد لله نحن يطبخ في بيتنا هذا وهذا وهذا فنحن عندنا شيء كبير يا إخوان ما كان يوقد في بيت رسول الله نار ثلاثة أهلة فقيل لعائشة ما الذي كان يعيشكم يا أماه قالت الأسودان التمر والماء بس هذا أكلهم شهرين ثلاثة تمر وماء وأي تمر كان يأكله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان من أجود التمر من أطائب التمر لا والله ما يجد كما في بعض الروايات إلا الدقل والدقل هو التمر الرديل فيملأ به بطله صلوات ربي وسلامه عليه قليل يكفي خير من كثير يطبي ما قل وكفى خير مما كثر وألهى وأطغى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم يأخذ بمنكبي ابن عمر صحابي الجليل قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي ثم أوصاه يا ترى بماذا أوصاه قال يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل عابر السبيل المسافر إذا راد يسافر عابر السبيل هل يتزود المسافر لسفره مثل ما يتزود لحضره هل يأخذ معه مليار من المال هل يأخذ معه فلة من الفلل هل يأخذ معه لا سيأخذ أقل القليل لأنه سيسافر إلى مكان ما أسبوع ثلاثة أيام ثم يرجع فهو يدخر كل ما عنده للمكان الذي سيرجع إليه أنت يا عبد الله في هذه الدنيا مسافر هذه ليست دارنا هذه ليست حياتنا الحقيقية هذه الحياة الفانية هذه الحياة الزائلة وما عند الله خير وأبقى هناك حياتنا الحقيقية هناك مساكننا الحقيقية في جنة عرضها السماوات والأرض أموالنا لدو الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طأب ساكنها وإن بناها بشر خاب بانيها يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل فكان ابن عمر بعد ذلك يقول لي تلاميذه وأتباعه إذا أصبحت فلا تنتظر المساء إذا أصبحت لا تقول سأعيش إلى المساء قل ربما أموت فأعمل واشتهد في الدار الآخرة وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح هكذا كان يوصي رضي الله عنه وأرضان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر حياته وآخر عمره في مرض موته خرج ذات يوم على أصحابه وخطب فيهم فمما قاله صلوات ربي وسلامه عليه إن عبدا من عباد الله خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله الله عز وجل خير نبي صلى الله عليه وسلم بين أن يفتح عليه من زهرة الدنيا وكنوزها وذهبها وفضتها ويعطيه ما لم يعطيه أحده وبين ما عند الله من الجنة والنعيم والرضوان يقول النبي وهو يقصد نفسه صلوات ربي وسلامه عليه إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله قال هذا الكلام ولم يفهم المراد منه إلا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فقال أبو بكر فديناك بآبائنا وأمهاتنا وجعل يبكي رضي الله عنه وأرضاه لأنه علم أن الله اختار نبيه وأن النبي اختار ما عند الله فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله فاستغرب الصحابة ما الذي يجعل أبو بكر يبكي يقول فبعد ذلك يقول عمر فعلمنا أن العبد المخير بعد ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم فعلمنا أن العبد المخير هو رسول الله وكان أبو بكر أعلمنا بمراد رسول الله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم على رسلك يا أبا بكر لا تبكي أيها الناس إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام ومودته أيها الناس انظروا إلى هذه الأبواب اللاصقة في المسجد في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم في طيبة طيبة في المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكر السلام انظروا إلى هذه الأبواب اللاصقة في المسجد فسدوها إلا ما كان من باب أبي بكر هذا هو أو هذه هي نماذج أيها الاخوة من زهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا وكما سمعتم الزهد في الدنيا ليس بتحريم الحلال ليس بعدم العمل والاشتغال في الدنيا وطلب الرزق الحلال بل ربما يكون العبد يرزقه الله مالا كثيرا ولكنه حلال مبارك وهو من أزهد الناس في الدنيا الزهد أيها الإخوة الحقيقي هو أن نقف عند حدود الله وعند أوامر الله فلا نتعداها الزهد عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذوا الأسوة والقدوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم من رسول الله ملتمس رشفا من البحر أو غطفا من اليم كلهم أخذ سنة محمد صلى الله عليه وسلم فمنهم من كان زاهد لا يأكل إلا الخشم من الطعام ولا يريد أن يأكل الناعم من الطعام وهذا منهج سار عليه بعض أصحاب رسول الله ومنهم من كان ثرية غنية يأكل ما لذة وما طاب ويلبس ما لذة ويلبس ما طاب أيضا ويركب ما غلى ثمنه ولكنه في الحقيقة كان زاهدا هذا منهج آخر من مناهج أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء زهاد وهؤلاء زهاد وخير الزهاد وسيد الزهاد هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى الله وسلم ما عليك يا رسول الله يا أزهد الزهاد ويا أعبد العباد ويا أفضل خير الله إلى يوم التلاقي والمعاد هكذا كان زهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضربنا لكم أمثلة من روائع ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في زهده وأوضحنا لكم المراد الحقيقي من الزهد الذي ينبغي أن نكون عليه وينبغي أن نتواصى به وأن نكون دائما وأبدا نحقق وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي بدأت بها الحديث ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس ونأخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل والله لو أخذنا بهذين التوجيهين النبويين الكريمين من رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم لسعدنا نحن أولا ولا أسعدنا من حولنا ثانيا ولا أعطينا الدنيا نماذج وأسوات وقدوات في حقيقة الزهد في هذه الدنيا وحقيقة الزهد المحمدي الذي أراده منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يتكلم بعضنا على بعض فلا يقول الفقير عن الغني الصالح ولهذا اختلف العلماء أيهما أفضل عند الله الغني الشاكر أو الفقير العابد أيهما أفضل عند الله الفقير ما عنده شي يشغله فاشتغل في العبادة يصلي ما شاء الله يقوم ما شاء الله يقرأ قرآن ما شاء الله مشتغل في العبادة والغني عنده ما يشغل عن كثرة العبادة لكنه ما يضيع الفرائض وللنوافل الألواء السنن الرواتي يؤديها لكن ما شاء الله شغال في عمله في تجارته في مكتبه أكثر من ذاك ولكنه يشكر الله عز وجل فأيهما أفضل عند الله اختلف العلماء الغني الشاكر أم الفقير العابد قال بعضهم الفقير العابد وقال بعضهم الغني الشاكر والصحيح إن شاء الله في نظري أن الغني الشاكر هو أفضل عند الله هذا رب إنسان وسع الله عليه فلم تبطره النعمة لم يستعمل هذه النعمة فيما يغضب الله لم يستعمل هذه النعمة في الحرام اكتسب المال من حلال أنفق المال في الحلال نفع المسلمين تمر بالأمة أزمة الفقير لا يستطيع أن يقدم إلا القليل ويأتي هذا الغني الشاكر فيقدم الملايين بل المليارات في سبيل الله وفي نصرة دين الله عز وجل هذا أفضل عند الله عز وجل من ذلك فالغني الشاكر حقيقة أفضل عند الله من الفقير الحابد الزهد هو هذا أن الفقير الحابد لا ينقم ولا يحتقر ولا يقول انظر إلى هذا الرجل الذي يظن أنه صالح وهو غني صح؟ ما يتحارض الغنى مع الصلح ولا حتى الغني ينظر إلى هذا الفقير وكأنه لا يساوي شيئا فكلاهما عند الله عز وجل له منزلته وله مكانته الزهد هذا هو الذي أردنا توضيحه وأردنا بيانه أيها الإخوة لنكون حقيقة من الزاهدين فيما في الدنيا حتى يحبنا الله ونكون من الزاهدين حقيقة فيما عند الناس حتى يحبنا الناس اليوم الناس في أعمالهم تجد بينهم تنافس غير محمود تنافس دميم ما هو هذا التنافس الدميم؟ سبحان الله يفتح إنسان تجارة من التجارات نوع من أنواع التجارة فتجد الآخرين كلهم في نفس المكان اللي هو فيه يفتحهم مثله طب لماذا؟ افتح لكن في مكان آخر لماذا ما طرع على بالك أن تفتح هذا الأمر إلا لما فتح فلان وتحصل عشرين أربعين واحد بعض الناس أصبح لا يقنع أيضا عنده باب من أبواب التجارة فتح الله عليه لكن ينظر الآخرين من فين يجيبوا الرزق؟ فينافسهم في أرزاقهم فيفتح مثلهم وينافسهم يريد أن يحتكر كل مال الدنيا عنده الأولون يحدثون في تجارتهم كان يبسطون بجوار بعض فيأتي المشتري الأول فيشتري من البائع أو البائع الأول فيأتي المشتري الثاني فيقول للبائع الأول أريد أن أشتري منك فيقول لا لا جاري إلى الآن ما استفتح روح اشتري منه أنا أريد أن أشتري منك قال لا جاري هذا اليوم ما أجعله رزق روح اشتري منه فيذهب إلى الآخر ويشتري منه زهاد لا يتنافسون في هذه الدنيا كل واحد منهم يريد اللهم اجعل رزق آل محمد كفافة لا له ولا عليهم ما يكفيهم فهكذا كان التجار إلى زمن قريب كل واحد يريد أن يأخذ رزق يومه ويعيش ويعيش الآخرين اليوم ماذا نرى في التجارة عند كثير من الناس اليوم نجد التنافس غير المحمود التنافس المذموم يأتي إنسان يريد أن يشتري تلاجي البائعين كلهم يتسابقون إليه تعال عندي عندي أرخص عندي أحسد عندي أفضل بكم باعك بخمسة أنا بيعك باربعة أنا بيعك بثلاثة تنافس غير محمود تنافس مذموم لا ينبغي أن يكون هذا شأن المسلمين أبدا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فإذا أحببنا لإخواننا ما نحب لأنفسنا فنحن مؤمنون صادقون نحن مؤمنون حقا لأننا أحببنا الخير لإخواننا مثل ما نحب لأنفسنا إذا أظهرنا هذه الأخلاق الحسنة أيها الإخوة وتأسينا فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القدوة وهو الأسوة فإننا نعطي صورة حقيقية لما ينبغي أن يكون عليه المسلمون حتى ألقاكم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مكة أولد المختار والكعبة هي خير جوار بيت الله الحرم الآمن دوما يشرق بالأنوار أرسله للناس بشيرا علمه من فيض هدى آتاه القرآن ضياء هو خير كتاب أوحى أخلاقه كانت قرآنا سنته نور وضياء أشوتنا في كل زمان والمسلم يلتزم خطار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر